هل فعلاً الإنسان اللي بعيش مش عايزة أقول جمال ما هو يعني بس الإنسان اللي بعيش يعني حضرتك فاكر برضو البيوت اللي كانت بالطوب الأحمر بين دولة حاولت تنهيها تطليها هل ده بيأثر الناس في الأول طبعاً ليقولك يعني معيش فلوس إن أنا أبياضها هل ده بيفرق يعني مثلاً أنا بيعجبني عند حياة كريمة وأخذ تعليق حضرتك عليه إن مبادرة حياة كريمة بدخولها إلى الريف ما بتهتمش بس بالأبنية ولكن في توعية زي ما أنت قلت بيكلموا الناس بيوعوهم عشان يأهلوا للمرحلة اللي هو هيعيش فيها من حيث الجمال أنا عايزة أفكرك برضاك عايزة بحب غوي الأفلام أو الناسات بتكلم عن موضوع دي أنا لا أجذب لكن أتجمع أحمد زاكي بيحب طالبة هي عايشة في بيت في اللي صحية وهو عايش في المقابر فهي يعني زي الأفلام العابي دي من الأهل اللي هم اللي بيمنعها لا هي اللي مش قادرة تدوز كده هو طبعاً بقى مصدوب إزاي فطبعاً إنت لما بتغيري حياتك وبتعيش حياة إنسانية الناس هتقبلك وتبقى معي متعيشة معاك إزاي البيئة بتأثر على الإنسان بقى بتأثر سلوكه تفكيره طبعاً أنا طالب يعني أنا طالب في منطقة عشوائية وأنا طالب في منطقة لطيفة وبسيطة ديني مقارنات أول حاجة طبعاً مناطق العشوائية ديئة جداً فالبيت ممكن تلاقي نفسك في القوضة فيه ثلاثة أربعة معاك أنت عايزة تنامي دول بيزاكو وحد تتفقع على التلفزيون واسمع أم كلسوم يعني الأمراض النفسية ممكن تسبب بيها طبعاً تعمل حاجات ديئة جداً تأدي مثلاً عضوانية طبعاً عضوانية كراهية المجتمع عدم الإحساس بأي حد تبلد أه خالص مفيش إحساس بالجمال فمفيش زوق مفيش لطافة أنا كنت تفضلي يعني تتعايشي ما أنا حاب أتخاني على كل الشوائية مش هاخلص فبطرت أتعايش عايش بقى بيها شوائية فحرمي كل حاجة في الشارع نعم لو أنا عندي مكان حلو هخاف عليه بالضبط فطبعاً ده بيعمل فرق جداً في الحالة النفسية نظرتي للحياة هل كويسة ولا لا يعني ما بسمع بعضهم ساكن في بيت فيه سبع أطفال أو سبع أفراد بيقعد يشتكي يقولي لي الولاد بيقولوا إحنا مش عايزين نتجوز مش عايزين نشتغل إحنا كارهين البلد للبيئة اللي أنا أعادت فيها هذه بيئة ما تبسطيش بالحياة ما تخليكيش عايزة تنتجي حياة جديدة أو تبقي عايشة جزء منها وبيضع في الانتماء طبعاً يعني الانتماء مع أنك وظيفة مع أنك سكن جويس سكن نظيف بتمتع بمارس بيهواياتي أفرج على التلفزيون ألعب بياضة أخرج أعرف في هدوء إنما أربع وشين ساعة ضوضاء أنت قعد طوال وقت وجمانك لازئين في بعض فطبعاً وضع بيفقدك الإنسانية طب هل أنا أقول أن المدن الجديدة دي هتنقل برضو المواطن المصري تعمله رئة جديدة يعني أنا مثلاً لو أنا لو حضر بالمثال على المنصورة أنا في المنصورة القديمة وهي جميلة برضو وفيها تجديد وتطوير ولكن وحيبقى بيني وبين الجديدة دي قطر مدة ربع ساعة هي في رئة برضو إنه حتى اللي عايش فيه مكان القديم يقدر كمان هو يعني يزور ويروح يوح يتمشى على كونيش يوح يدخل مطعم يروح مطعم يوح يتفرج على المناظر الطرق الكبيرة دي يعني إحنا المفروض في العمارة في مصر بما يكفي إنه ليس تعف تتمشى تغير جو تطلع التقص السلبية كبير الكلام دايماً جميل مع حضرتك ونتمنى دايماً إنه يكون عندنا يعني الجمال لازم يشاعي جمالته للوقت